الحوثيون سيطرة السعودية والإمارات على مطار مدينة الحديدة مؤكدين استمرار سيطرتهم عليه من جانب آخر قال دبلوماسي غربي في تصريح لرويترز أن السعودية أعطت بعض الإشارات الإيجابية بشأن القبول بإشراف الأمم المتحدة على ميناء الحديدة وكان الحوثيون قد لمحوا كذلك إلى استعدادهم لتسليم إدارة ميناء الحديدة إلى الأمم المتحدة ويأمل كثيرون في أن يؤدي مقترح الإشراف الأممي على الميناء إلى تجنيب الحديدة ويلات كارثية إنسانية محتملة سوء تغذية حاد يعاني منهم ربع أطفال الحديدة ومئة ألف طفل معرضون للخطر فور توقف تدفق الدعم الغذائي عنهم هذا ما أكدته منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن ليزي جراندي ناقص الأخطر التي تهدد سكان الحديدة في التساع فالكوليرا تتربص بالناس وثمت إمكانية لتفشي الوباء بقوة ومن جديد خاصة أن نظام المياه في المدينة بدأ ينهار جراء القتال والقصف العنيف كل ذلك والحرب تزداد اشتعالا يوما بعد آخر لا يهم طرفي الصراع سوى السيطرة على المدينة حتى وإن خلت من ناسها فالمعركة تتجه نحو قتال الشوارع والنتيجة سلسلة نزوح كثيف متواصل لآلاف السكان إلى صنعاء وحج والمحويت وذمار ومحافظات يمنية أخرى بعض العائلات ممن يرغبون بالنزوح لكنهم لا يملكون تكاليفة اتخذوا من ضلال الأشجار ما أولهم المبعوث الأممي إلى اليمن مارتيني غريفيت ما زال يواصل مشاوراته علّه يتمكن من تجنب المزيد من التصعيد العسكري في الحديدة لكن الوضع الإنساني هو آخر الأمور التي تهم الأطراف المتحاربة هكذا يقولون وهكذا تبدو الأمور ينضم إلينا من إسطنبول الأستاذ صبحي ناظم توفيق الخبير العسكري والاستراتيجي وهنا في الستوديو أرحب بالأستاذ أحمد المؤيد المحلل السياسي اليمني أبتدي مع حضرتك أستاذ صبحي فيما يتعلق بالسيطرة الآن على مطار الحديدة الحوثيون ينفون التحالف يؤكد سيطرته عليه برأيك ما هي حقيقة ما يحدث على الأرض وإمكانيات كل منهما اليوم لتحقيق هذه السيطرة المرجوة من الطرفين نحن لما نرى أفلام فيديو وصور صامتة لبرج ومدرج مطار الحديدة وقد دمرها عن آخرها وهناك أيضا أبنية معينة وأساسية في أي مطار قد دمرت أيضا فمعنى ذلك في أكثر الاحتمال وتسعين بالمئة إن لم نكن أكثر أن تحالف القوات الشرعية بدعم التحالف العربي قد سيطروا على مطار الحديدة ولكن هل هناك جيوب مقاومة لا بد من ذلك هل هناك مختبئون وهل هناك من يقاوم على شكل مفرد أو على شكل جماعات قليلة مثل على شكل خمسة إلى عشرة أشخاص هذا لا بد منه يعني في مثل هذه الأمور فهذا هو قتال مناطق مبنية فإذن هناك مجال في الاشتباكات المستمر ولكن هل هذا سيد ناصف ربما لومان لا أكثر نعم هل هذا يعني بالضرورة رغم وجود الصور التي تؤكد عمليات التدمير التي ذكرتها حضرتك هل هذا يعني بالضرورة وجود قوات على الأرض أم أنها ممكن هذه العمليات وهذا القصف كله نفذ من خلال غرات التحالف نعم أيضا أنا شاهدت بعيني سيارات همر ومدرعات وعجلات قتال مدرعة تطوف في شوارع أو بين أبنية المطار وأنا بالمناسبة المطار رأيته قبل عشرين سنة من الآن المطار مطار كبير جدا وعندما نرى مثل هذه العجلات قتال مدرعة وهي ترفع أعلام معينة أعلام الشرعية وأعلام المقاومة الشعبية اليمنية فمعنى ذلك أن السيطرة شبه متكاملة على المطار سواء في الجانب المدني أو في الجانب العسكري يعني المطار مقسوم إلى قسمين الأيمن للمدنيين أو إلى الطائرات المدنية والأيسر كخائدة جوية نعم 90% على الأقل القوات اليمنية قد سيطرت على مطار الحديدة نعم أستاذ أحمد المؤيد وعيد الترحيب بحضرتك طبعا الخبر الأبرز اليوم أيضا ما نقلته وكالة الأنباء رويترز عن مسؤولين غربيين من أن هناك تلميح سعودي ومؤشرات على قبول بشكل من أشكال الإشراف الأممي على الميناء وأيضا على استعداد الحوثيين لقبول هذا الأمر مدى صحته ومدى تطبيقه على الأرض وهل يمكن القول أن نحن بدنا قريبين من اتفاق لأزمة الحديدة أم مازال هناك الكثير من التفاصيل العالقة بداية أن أتسمحي لأن أعلق على المعلومات التي ذكرها الضيف من أستنبول أعتقد فيها بعض من جانب عدم الدقة الضيف تحدث عن دلائل سيطرة الشرعية على المطار وذكر صور دعنا نؤكد صور همرات تتجول وهذا فعلا كلنا رأيناه يعني همر يعملوا لزوم من بعيد ومبنى لا تدري هل هو مبنى المطار أو لا صور المطار بعد ما دمر نعم ستة الصبحي قال أنه رآه قبل 20 سنة ويعرف المطار وشكله حتى لو رآه قبل 20 سنة المطار لم يدمر مبنى الصالة الرئيسية لم تدمر بالتالي عندما يكون هناك تقريبا تحالف دولي بهذا التكنولوجيا وبهذا السيطرة وبهذا القوى العسكرية ويدعي سيطرتها على مطار لا أقبل بأقل من أن يتجول الجنود بأنفسهم في الصالة الرئيسية للمطار واللوحة فوقهم لوحة مطار الحديدة لكي يعرف أنهم هناك هذا وفقا لما يمتلكونها من قوة لكن أن يظهر القيادي في أنصار الله محمد البخيتي يتجول في الصالة الرئيسية للمطار ويقول اليوم 20 يونيو وانظروا اللوحة وأنا فين ويصور نفسه ويتجول في المطار في أكثر من مكان يعني لكي أحترم عقل المواطن أنا لا أستطيع أن أصدق صور ملزقة أو صور ما فيها أحد يتكلم وأنكر صورة حية يذكر فيها التاريخ ويعلق على تغريدة أنور قرقاش قال أنور قرقاش قال اليوم كذا كذا وبالتالي انظروا أين نحن هذا من جانب من مسيطر على المطار إضافة إلى المعلومات الأخرى أنهم أصلا قد طردوا إلى أبعد من 6 كيلو متر من المطار والنارية هي للجيش اليمني واللجان الشعبية وليست لقوات المرتزقة الإماراتيون من جانب الموضوع المبعوث الدولي وإمكانية السلام حقيقة المبعوث الدولي لم يطرح موضوع ميناء الحديدة مع أنصار الله عندما كان في صنعاء مطلقا وهذا الأمر أنا أتأكد منه من مستوى عالي في القيادة هناك ولكن تصريحات غريفث نفسه قالت بأنه وضع هذا المقترح على الطاولة أنا قرأته اليوم لم يقل ذلك أنا أقول لك ماذا قال هو قال نريد أن ننظر إذا كانت هناك عملية سياسية تجنب مدينة الحديدة الدمار هذا الأمر صحيح لو تركتيني أكمل لك يعني لم يطرح الموضوع كما طرح إسماعيل ولد الشيخ إسماعيل ولد الشيخ طرح كالتالي سلموا الإشراف وسلموا مدينة الحديدة كاملة وسنعطيكم الرواتب يعني مسألة مساوى ما بحته أخرج من المدينة جملة وتفصيلا هذا الأمر مرفوض أن يكون هناك تسليم لا تسليم ولا حتى إشراف على الميناء ولا حتى قبول بإدارته من قبل المتحدة ما هو المقبول لدى أنصار الله لجنة فنية تشرف على ما تشتبهون فيه من شحنات ألستم أنتم تقولون أن هناك شحنات وأسلحة أسكرية تأتي رغم أنكم أنتم من تعطونهم التصريح وتعطون السفن وكل شيء يأتي من عندكم لا مانع أن يكون هناك دور رقابي لجنة فنية على الأرض حتى تقطع العلل باليقين هذا من جانب من جانب آخر يجب التأكيد أن هذا المقترح طرح قبل سنة يعني ليس الآن السيد عبد الملك الحوثي عندما طلع قبل ثلاثة أيام وتحدث تحدث عن ما ذكر قبل عام من الآل كي يقطع علة إسماعيل ولد الشيخ الآن السعودية سمعنا بعض الأخبار لا أعلم مدام صداقيتها على وجه الدقة قالت أننا سنتعطى بإيجابية ربما ما هو السبب السبب هناك هزيمة نكراء منيوا بها في الساحل الغربي لم تأتي الرياح بما تشتهي سفنهم كانوا يظنون أنهم سيسيطرون في عملية خاطفة على كل شيء لا محل للضغطات الدولية والأممية لتجنيب اليمن وأهل الحديدة تحديدا كارثة إنسانية هي فقط مجرد مسألة توازن قوى عسكرية على الأرض بالضبط إذا أراد أحد أن يجنب المدنيين وأن يرحمهم ويجنبهم كارثة إنسانية على الإمارات تسحب قواتها وتخرج من الحديدة جملة وتفصيلا وتعلم أن إنقاذ اليمنيين يأتي عبر عملية سياسية يشترك فيها الجميع يعني يسحب الجميع إلى تغولة المفاوضات ليس يأتي بالمدرعات لكي يدمر الناس ثم يقول والله الحال إنسانية ساءت ساءت لأنك تدخلت في منطقة كانت منها مطمئنة دعنا نسمع قراءة الأستاذ صبحي لهذه النقطة تحديدا إذن هل هي مسألة تجنيب المدنيين لكارثة والردوق لأضغوط الدولية والمطالبات الأممية هذه المرة أم مسألة هزائم عسكرية ألحقت بقوات التحالف كما تفضل ضيفنا الأستاذ أحمد المؤيد تفضل لست مع الأستاذ أحمد في قضية الهزيمة أو هزيمة نقراء للقوات التحالف العربي التي تدعم القوات الشرعية على الأرض مطلقا الحوثيون تراجعوا كثيرا خلال أسابيع الأخيرة وخصوصا خلال الثلاثة أشهر الأخيرة الآن لا يسيطرون على مساحة اليمن سوى على 15% فقط نعم المناطق وعرة وجبلية وعدى الحديدة طبعا عدى الساحل الحديدي إن صح التعبير ولكن بشكل عام هناك تقدم من نسبة للقوات الشرعية وقوات المقاومة الشعبية وبدعم التحالف والقوتان غير متكافئتان حقيقة يعني التحالف العربي عندما يمتلك هكذا طائرات وهي تعتبر من أفضل طائرات في العالم تقريبا يعني عدى الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وإسرائيل أفضل طائرات في العالم تدعم مقابل لا وجودة لطائرات ولا وجودة حقيقة لدفاع جوي أرضي صحيح سيد صحيح صحيح من ناحية المعطيات ولكن مع كل القوة العسكرية التي تمتلكها قوات التحالف لم تستطع حسم هذه الحرب ونحن قد دخلنا العام الرابع اليوم نعم صحيح يعني مثلما تفضلت تماما يعني أنا شخصيا كنت أتوقع عندما بدأت بدأت الهجمات إلى داخل اليمن في عام 2015 مثلما هو معروف هذه ثلاث سنوات وثلاث أشهر هذه ليس بمستوى الحقيقة مجموعة دول التعاون العربي أو التعاون الخليجي تهجم وتدعم وتسند وتمول وتسلح وتطول المعركة هكذا نعم هذا عيب من ناحية الاستراتيجية ولكن خلال المدة الأخيرة خلال ثلاثة أشهر الأخيرة حكينا من ناحية السياسية حكينا تحدثنا عن الإمارات أو لم نتحدث هناك تقدم كبير من نسبة لقوات الشرعية وهناك تقدم على الأرض وهناك حقيقة ثلاث محافظات كبيرة لا زالت بيد الحوثيين وأما باقي اليمن فأصبحت بيد الشرعية تصحيح للسيد عفوا تحت سلطة حكومة الإنقاذ في صنع 12 محافظة هذا للعلم طيب أستاذ أحمد بغض النظر عن التفاصيل التي تحدثنا عنها وأعود إلى وكالة رويترز وهذا التقرير بأن على ما يبدو الموضوع بات مطروحا على الطاولة اليوم هناك بعض التفاصيل التي تتعلق بأنه هل ستكون الإشراف الأممي أو السيطرة الأممية فقط خاصة بميناء الحديدة نفسه من عمليات تفتيش وتسهيل وصول البضائع والمساعدات في مطلب قوات التحالف يقول بأن خروج الحوثيين كلهم اليوم من الحديدة الحوثيين يقولون بأنه سنترك الإشراف للأمم المتحدة بينما سنظل في المدينة بين هذا وذاك برأيك كيف سيتم التواصل إلى اتفاق وهل قد ترضى قوات الحوثي بالخروج من الحديدة بالفعل طبعا يجب هنا أن ندقق في المصطلحات أعيد وأكرر أن مسألة إشراف الأمم المتحدة على الميناء هذا أمر غير وارد مطلقا لأن هذا أساسا ليس من صميم عمل الأمم المتحدة ليست شركة موانئ لكن أن ترسل لجنة فنية من الأمم المتحدة كشخصين ثلاثة أربعة مثلا كلجنة فنية رقابية فيما يخص عملية التفتيش لأن عملية دارة الميناء فيها جوانب كثيرة ما مسألة تفتيش إلا جزء صغير منها هذا المسألة ممكن أن تقبل بها حكومة صنعاء لأنهم قد طرحوها سابقا يعني لكي يقطعوا العلل والأعذار لكن من سيرفض هذا الأمر الآن أعتقد أنها دول التحالف لأن المشكلة هكذا ستحل يعني إذا أصبح أو جاء تفويض أممي يقول والله ميناء الحديدة الآن ما شفنا فيه إلا الأغذية والأدوية تدخل والأمور طبيعية سينقطع عليهم الذريعة والعلة التي يريدون فيها السيطرة على الميناء لا يجب أن نشك واحد في المئة أن هدفهم من السيطرة على الحديدة هي السيطرة على الموانئ والممرات المائية في خطة استراتيجية جيوسياسية تخدم الإمارات ولا تخدم اليمن مطلقا الإمارات الآن تسعى للسيطرة على السواحل سواء في أفريقيا أو في الجانب الآسيوي في اليمن بدأت بعدن وامتدت إلى الموانئ الأخرى المسألة الآن أن اليمنيون يرون في قوات الإمارات قوات احتلال لأنها دمرت عدن الآن عدن تحت أيديهم ليس لا لثلاثة أيام ولا ثلاثة أسابيع لكن هذا ليس ما تتبناها الحكومة الشرعية حكومة عبدربو في عدن نريد ما نستطيع أن نثبته للمستمع العربي الآن الذي يسمعني عندما أقولها معلومة بسهولة بجوجل يحصلها ثلاث سنواتهم يسيطرون على عدن ما الذي حصل؟ الذي حصل أمس وكالة أسيشية البريست تكلمت عن ويغرقونهم بالماء هل هكذا تفعل بمن رحب بك؟ لا تنسي أن عدن رحبت بهم ولم تقاوبهم في البداية إذن ماذا سيفعلون بالحديد التي قاومتهم لثلاث سنوات؟ نحن الآن أمام مسألة احتلالية لا يجب أن ننخدع بالمبررات الكاذبة واللهية لو فيك خير يتحالف لو فيك خير يشعرية كان على الأقل أعطيت عدن كهرباء أعطيتهم موية أعطيتهم على الأقل رفعت أنا في البي بي سي هل هذا يفسر لماذا حتى الآن لم يتم فتح ميناء عدن مثلا؟ رغب أنه ستبت لهم السيطرة هل هذا يفسر؟ هو مفتوح على فكرة ميناء عدن مفتوح ولكن بالحد الأدنى بالحد الأدنى لو كان ميناء عدن مفتوح بالشكل الكامل كان التحالف بدل ما يجي دمر الحديدة بحجة أن هناك مواد عسكرية تدخل حول كل الشحنات إلى عدن لأنك أنت التي تعطيها التصاريح لا تجعل ولا سفينة تدخل من هنا واجعل الكل يأتي من عدن لا يقبله ذلك الآن ميناء عدن لا يستطيع دمرته الإمارات لا يستطيع استيعاب هذا الكمية أتعرف ماذا قال أحد محلليهم العسكري من دبي قال يا سيد الكريم لما قلت له المياه الآسنة والزبال أكرمكم الله في شوارع عدن يتكلم عن الناس قال نحن لسنا شركة تنظيف ولسنا شركة خدمات كذا من الآخر نحن ندمر طيب إذن المسألة الاحتلالية الشعب اليمني لا يستطيع أن ينسحب من أرضها الآن هتظن الحثين كائنات أجت واحتلت الحديدة أهل الحديدة نفسهم يوافقون أنصار الله ومع الحكومة ويعتبرون هذا احتلال ويجب أن نقاومه ولولا الحاضنة الشعبية في الحديدة لم يستطع أنصار الله ولا الجيش اليمني واللجان أن يسمد ولا أسبوع واحد أستاذ صبحي الكثير من التساؤلات تسار اليوم حول الهدف الاستراتيجي بالفعل من سياسة الأرض المحروقة التي تتبعها الإمارات وقوات التحالف بشكل عام تحدث ضيفنا العزيز هنا أن هناك هدف استراتيجي سيطرة على الموانئ سيطرة على مقدرات هذا البلد الغني من قبل الإمارات لتوسيع تجارتها لتوسيع مصالحها وما غير ذلك هل ترى بأن بالفعل الإمارات تهدف على المدى البعيد إلى هذه السيطرة وإلا كيف نفسر سياسة تقطيع الأوصال بين المدن من ناحية سياسة الأرض المحروقة التي تتبعها عدم بالفعل تحسين أوضاع المناطق التي باتت تحت سيطرتها بالفعل كل كلام هذا الصحيح ولكن بشكل عام أنا كمحايد أنا شخص عراقي أنظر من فوق الهرم إلى مثل هذه الأمور هل يمكن التصور أن دولة الإمارات العربية تريد احتلال اليمن وما علاقة الإمارات باحتلال اليمن وما هو الأداء الموجود بحيث الإمارات يعني ضيفنا وغيره من المحللين أسفى على مقاطعتك نعم أسفى على مقاطعتك ردا على سؤالك ضيفنا والكثير من القراءات التحليلية ذهبت إلى القول بأن الإمارات تريد بالفعل السيطرة على الموانئ في اليمن اليمن السيطرة على مواطن أكثر وفي هذا البلد وغيره من المقدرات الموجودة فهذا هو الهدف يعني حماية الميناء دبي لو تصلح ميناء عدن والحديدة لماذا سيربط الشرق والغرب ولن يذهب الناس إلى دبي ستطفئ الأنوار هناك ويصبح هنا موانئ قوية بالتالي هذا حرب اقتصادية بقبل الإمارات أكمل سيد صبحي تفضل نعم لو كان الكلام لي فأنا أقول نعم هناك ربما نظرة استراتيجية من الإمارات العربية ولكن دولة الإمارات العربية دولة يعني لا أقول ضعيفة ولكن دولة محدودة يعني لا حدود لها لا مع اليمن ولا مع هذا الصراع نعم دخلت الإمارات وليس دفاعا عن الإمارات دخلت ضمن التحالف العربي مثلما دخلت كل دول التحالف المجلس التعاون الخليجي عدى عمان مثلما هو معروف الباقي كلهم داخلون عدى دولة قطر انسحبت مؤخرا للخلاف المعروف ولكن بشكل عام نعم هناك رؤية لاستثباب أو لعودة الشرعية إلى اليمن واستثباب الأمن في اليمن نعم هناك مشاكل كثيرة هناك أخطاء كثيرة في ضرب الأهداف المدنية ولا أقول بشكل متعمد ولكن في نفس الوقت عندما تتكرر هذه الضربات معنى ذلك إنها قد تكون متعمدة أو قد يكون منحة الإهمال لا أكثر ولا أقل ولكن سياسة الأرض المحروقة بالمفهوم العام مثلما هو معروف في الحروب لا هذه ليست سياسة أرض المحروقة حقيقة نعم أشكرك جزيل أشكر الأستاذ صبحي نظم توفيق الخبير العسكري والاستراتيجي كنت معنا من إسطنبول وشكر لك أيضا أستاذ أحمد المؤيد المحلل السياسي اليمني على حضورك معنا هذه الليلة أشكرك